موسيقى صراحة نائب وزير الخارجية الروسي أليكزاندر جراشكو بأن دول الغرب ستواجه مخاطر مهولة إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 جاء ذلك تعليقا على قرار عدد من الدول الغربية بتوفير إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلنطية وأضاف أنه سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خطط بلاده وأن لديهم كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددوها مدامة الدول الغربية ملتزمة بسيناريو التصعيد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي استجابوا لكافة احتياجات أوكرانيا منذ بداية الأزمة وأوضح المتحدث باسم البانتاجون باتريك رايدر أن واشنطن ركزت في بداية الأمر على تزويد أوكرانيا بالدخيرة والسلاح المدفعية وأشار إلى انتقال الولايات المتحدة بعد ذلك إلى تعزيز سلاح المدرعات والدفاع الجوي الأوكرانية وأكد أن استجابت واشنطن بفاعلية وحسمة لتطورات الصراع في أوكرانيا واحتجاجات كياب اكتمع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على همشي قمة مجموعة السبع في هيروشيما هذا وبدأت المباحثات بعد خروج ممثل الإعلام من القاعة كما اكتمع زيلانسكي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في وقت سابق من اليوم حصل رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي على ضوء أخضر أمريكي لتزويد بلاد بطائرات حربية متطورة من طراز F-16 تطالب بها كياب بشدة وكذلك تدريب طيارين أوكرانيين تمخطت مباحثات القمة حتى الآن عن عدة قرارات على رأسها فرض عقوبات جديدة على روسيا وتقييد حركة صادراتها مع دعم مستمر لأوكرانيا قمة سباعية ملتهبة تشهدها أغنى الديمقراطيات في العالم حيث يمر المجتمع الدولي بفترة عصيبة غير مسبوقة من تاريخه فما بين الحرب الأوكرانية والتهديد الاقتصادي من قبل الصين والسباق النووي تقف الدول العظمى حائرة أمام كيفية تحجيم تلك المخاطر وهو ما دفع بقمة السبع لاتخاذ قرارات مفصلية تأتي على رأسها حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا من المرجح أن تشمل مدفعية وذخيرة وقاذفات صواريخ جديدة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع بأن واشنطن ستدعم تسليم طائرات حربية متطورة بما يشمل مقاتلات F-16 لأوكرانيا وستدعم جهود تدريب طيارين أوكرانيين فيما رحب زيلينيسكي بهذه الخطوة باعتبالها قرارا تاريخيا القمة المنعقدة في هيروشيما اليابانية ذات الرمزية العميقة لم تكتفي بالدعم غير المسبوق الأوكرانيا ولكن ذهبت لفرض عقوبات جديدة على الدوب الروسي وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تييلين قالت إن الإجراءات ستضيق الخناق على قدرات بوتين وستدعم جهودا عالمية لوقف المحاولات الروسية للتحايل على العقوبات وقال بيان صادر عن قادة مجموعة السبع إن القيود ستغطي صادرات الآلات الصناعية والأدوات والتكنولوجيا الموذية للآلة الحربية الروسية فضلا عن التضييق على الإيرادات الروسية من تجارة المعادن والألماس وحول الصين الحليف الرئيسي لروسيا والدولة التي صارت عملاقا اقتصاديا يرى الغرب فيه تهديدا فقد ذهبت المجموعة إلى أنها تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي مما يتطلب جهودا لتعزيز التعاون كما احتدمت المخاوح في أروقة القمة بشأن الانتشار النووي بعد تهديدات روسيا باللجوء المحتمل إلى الأسجحة النووية إلى جانب البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران أعلنت للإدارة المدنية والعسكرية في كياف صد هجوم جديد شنته مسيرات روسية على العاصمة الأوكرانية بدون تسجيل إصابات وأوضح رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كياف سيرجي بوبكو وأن الدفاعات الجوية للمدينة أسقطت كل الأهداف الجوية التي روصدت مشيرا إلى تسبب الهجوم في اندلاع حريق على سطح أحد المباني السكنية قبل إخماده بدون تسجيل إصابات